اشتركوا في القناة هنلتقي في الفقرة التانية هيكون عندنا حوار مهم جدا عن مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وهيكون عندنا هذا اللقاء مع المهندس محمد خالد مسؤول مشروع الطاقة الشمسية في غرب النبرية هنلتقي مرة أخرى بعد هذا التقرير الرياضي وكون معنا أهم الأخبار بنعود مرة أخرى مشاهدينا وأهم الأخبار من أخبار مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مشروعات الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الألية بمدينة السادات افتتح سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس مشروعات الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الألية من مجمع انتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية من جريدة اليوم السابع رئيس السيسي الدولة أجلت زيادة سعر الكهرباء للتخفيف عن المواطن من أخبار مصر مدبولي يدشن جلسة حوار مجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة ومن اليوم السابع رئيس الوزراء 99% من الاستثمارات العامة نفذها قطاع خاص وليست الدولة من أخبار اليوم النقل تناشد المواطنين للمشاركة في التوعية بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه من أخبار مصر وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق وادي النطرون العالمين من جريدة الأهرام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني نقدر دعم الأظهر لبلادنا على مدار التاريخ من أخبار مصر الداخلية تواصل ترسيخ التعاون الأمني مع نظيراتها في الدول الأفريقية من أخبار مصر رئيس الشيوخ اللقاح الداخلية لقانون الرياضة تحقق المزيد من الاندباط آخر أخبارنا الأرصاد اليوم تقص حار نهارا معتد الليلا والعظمى بقاهرة 33 درجة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السلساء تقص حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود تقص معتد الليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقع لليوم وهيكون عندنا حوار هام حول الإسكان الاجتماعي وقنون التصالح في مخالفات البناء رغم محاولات الدولة لتقنين بعض المخالفات مقابل تزديد الرسوم التصالح هيكون عندنا هذا اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ حجاج الحسيني الكاتب الصحفي الكبير مدير تحريب مؤسسة الأهرام بنعود مرة أخرى مشاهدينا فقرتنا الحالية خاصة بقوانين المخالفات في البناء وأيضا الإسكان الاجتماعي والحية الرغم محاولات الدولة لتقنين بعض هذه المخالفات نتكلم عن موضوعات عديدة من خلال لقاءنا مع الأستاذ حجاج الحسيني الكاتب الصحفي الكبير مدير تحرير مؤسسة الأهرام صعر خير يا فرنس سباح النور على حالاتك الحقيقة يمكن يعني الإسكان الاجتماعي والمخالفات اللي علاقة بالبناء وبالتالي أحنا بنتكلم على قضية بتهم عدد كبير جدا من المشاهدين ملايين عشرات الملايين من عشرات الملايين خلينا نبدأ بالإسكان الاجتماعي وانعكاسه على المجتمع بجدا أنه نحن نجد أنه فيه فرصة للشباب أنه يكون ليه النصيب في هذا الإسكان الاجتماعي نبدأ بالجانب الإيجابي وبعدين نتكلم على مخالفات البناء نعم وهما كلهم بيكملوا بعض يعني أعرف حضرتك أنا هنا لو بدأنا مثلا نقول مثلا دستور 2014 المادة 78 حضرتك من الدستور 2014 بتقول أنه الدولة بتقوم بتوفير سكن صحي ملائم يعني هي قضية السكن مادة لوحدها في الدستور المصري الأخير اللي هو 2014 وكان فيه تعدلات في 2019 بعد كده لكن المادة من بين 254 مادة بتنص صراحة على أنه الدولة مهمتها التوفير السكن ففي الاتجاه ده يعني إحنا شفنا أنه الاهتمام بقضية السكن وبالمناسبة السكن يعني يعني مناسبة السكن أولا فتن إن أنا أقول لها حرارة كل سنة وأنت طيبة بالنسبة قرب حلو العيد الأطحى المبارك أسأل أيام قليلة وتفصل بيننا وكل السنة والسادة المشهدين بسحونا اللي بيشوفونا دواتي وطيبين أنا عايزة أقول إنه السكن كلمة سكن لما ذكرت في القرآن الكريم ارتبطت باربع حاجات ارتبط بالزوج وارتبطت بالبيت وارتبطت بالليل ودعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالسكن هنا مسألة مهمة جدا بالنسبة لأي مواطن حضرتك في المقادمة وتقول لي قضية تهم كتير من الناس وبقول لها عليك عشرات من الناس كتير جدا كل الناس يعني السكن بالنسبة لهم مسألة مهمة جدا حتى إشارة القرآن الكريم أطعامهم من جوع وأمانهم من خوف فالأمن والأمان هنا متلازمين متلازمين فالمسألة الدولة بدأت في قضية السكن يعني أنا عايزة أقول له حضرتك إحنا كان عندنا مثلا فيه بمناسبة السكن فيه أكتر من حاجة فيه إن إحنا الدولة بتبني سكن جديد فيه بتقنن المراس القديم اللي إحنا هنتكلم عنه دلوقتي المباني المخالفة فيه العشوائيات وتطويرها ففيه أكتر من مجال من جانب أه أنا عايزة أقول إنه فيه خطة الإسكان الاجتماعي فيه أكتر من فيه حوالي خمسمائة ألف واحدة سكنية يعني هم بنكلم عن نصف مليون واحدة سكنية جديدة اسكان اجتماعي ليه الفئات المحتاجة من مستوى اقتصادي المستوى فوق اقتصادي أو سوبر يعني فدي حاجة الحاجة التانية ملف المناطق العشوائية إحنا عندنا متين ستة وتسعين منطقة عشوائية تقريبا حضرتك تم الإنتهاء منها ما بين من حوالي تلتمائة وخمسين يعني احنا عندنا خمسين ستين منطقة عشوائية لسه ما تمش إنتهاء لكن احنا عشان نقول الرقم برضو بتاع المناطق العشوائية اللي تم تطويرها المتين ستة وتسعين واحدة احنا بنتكلم حضرتك في تلتمية تلتمية مليار جنيه هي بالزبط بزبط تلتمية وتمانتاشر مليار يعني على وجه الدقة يعني التحديد فدي ملامح التحرك الدولة في اتجاه توفير السكن أو في مجال أن المادة 78 من دستور 2014 يبقى واقع من الشعر طيب خلينا ننتقل إلى جزئية مهمة جدا وحضرتك يمكن بقالك أكتر من خمس سنوات بتكتب فيه مجال قانون المباني المخالفة نبدأ نتكلم على أهم القوانين اللي حضرتك رصدتها من خلال كتاباتك طيب هو أولا عايزة أقول أنه المشكلة دي مشكلة تراكم سنوات طويلة مش سنوات عقود طويلة يعني عشرات سنوات بالضبط فالليه لأنه احنا كان عندنا قوانين احنا بالمناسبة القانون هو وظيفة القانون حضرتك أنه يضبط أداء وسلوك المجتمع يعني خلينا نطرح سؤال جدلي ماذا لو لم يكن هناك قانون في أي بلد حيث ده قانون الغاب القوي الضعيف المعادلة اللي احنا عارفينها دي فالقوانين يعني توظفها وإنها اتواجدت عشان خطر الناس تلتزم بها ولكن رغم أنه كان فيه قوانين بناء قديمة قانون 119 الأشهر والناس عارفها إلا أنه ناس كتيرة جدا ما كانتش بتلتزم بالقوانين البناء وكنا بنشوف حضرتك زي ما أي حد بيسمعنا الوقت الساكن في أي مكان شارع أربعة متر ستة متر بالزبط وإبراج 12 دور رغم أنه طبقا لقيود الارتفاع القانون 119 الارتفاع لا يتجاوز مرة ونصف عرض الشارع يعني لو الشارع ستة متر متخيلة حرارة ستة متر يعني عربية تروح عربية تيجي وما يبقاش فيه عربية انتظارة على الجانبات الطريق دي منفروض أنها تبقى ثلاثة دور لأن ثلاثة في ثلاثة بتسعة وبيبقى الدور الأرضي فيه دور متر زيادة بأربعة متر عشان أسمح ببروز بلكونا بيبقى الدور الأرضي أربعة متر فخلينا نقول أنه كان فيه يعني عدم احترام للقوانين عدم تطبيق القوانين وخليني أكون منصف وأقول أنها مسئولية كانت مشتركة من المواطن ومن الدولة لأنه أنا لما أبقى سوق عربيتي وأمشي مخالف في الشارع أنا بخالف بس رجال قانون عليهم الدور أنهما يضبط يعني فيه حالة ضبط للمخالف فأنا بقول هنا من الإصاف أنه كانت مسئولية مشتركة فيه عدم تطبيق القانون سواء من أجهزة الدولة أو من المواطن على حد سواء طيب أنا بقول أنه المشكلة مش بس حضرتك بتبني على بدون ترخيص وبدون تصريح أو حتى اللي واخد تصريح أو ترخيص بناء بيتجاوز جود الارتفاع ولكن احنا عندنا مشكلة يعني أخرى بتهدد الأمن القومي وهي البناء على الأراضي الزراعية طبعا بناء على الأراضي الزراعية بالضبط كده يعني أفض يعني يعني الكلمة اللي تناسب هذا التسرف هي فعلا الكارثة دي فأنا شايف أنه من 2011 اللي هي دا دا الفترة دي كان فيها أكتر يعني مستعية حاجة في مصر أكتر التجاوز دا حقي ما قبل وما بعد هتلاقي ما بعد آه حتى لو كان في فوضى ولكنها كانت يعني محدودة ولكن أنا بكلم على أكتر من مليون وثمنمائة ألف حالة بناء على الأراضي الزراعية دكتورة حصلت من أحداث أو من 2011 تحديدا لغاية سنة 2017 و2018 يعني بنكلف سبعة ثمان سنين احنا عندنا مليون وثمنمائة ألف حالة بناء على أرض زراعية طب دي يعني احنا استنزفنا قدمنا الأرض الزراعية بالضبط حوالي ميت حوالي تمنمائة ألف فدان واللي احنا في احتياج ليه في الوقت الحالي طبعا طبعا لأن برضو احنا بدأتكلم زي ما بيقول السكن مهمة أمن قومي طبعا الزراعة مهمة جدا طيب ممكن احنا عندنا كلمة للسيد الرئيس حول مخالفات البناء هنشوفها ونعود نستكمل حوارة طبعا طبعا بنعود مرة أخرى يعني احنا شفنا كلمة السيد الرئيس بيكلم على أكتر من موضوع وأكتر من جانب خاص بالمخالفات اللي ليه علاقة بالمباني بنكلم على عدم استغلال الجراشات وأنه فيه أكتر من تعدي على البناء بشكل عام الدولة سكتت أكتر من 20 سنة بالضبط أكتر من 20 سنة زي ما قلت حركة البداية الحقيقة يعني موضوعات عديدة نقشة من خلال الكلمة يريت لو حضرتك تعقب عليها طيب شوفي أنا عايز أقول أنه يعني هي بداية الدولة كانت بدأت تهتم وتنتفت لقضية المباني المخالفة يمكن تقريبا من 40-50 سنة طيب الدولة هتعمل إيه فيه قوانين قديمة والقوانين على فكرة القديمة كان فيها اللي احنا بنقوله دلوقت التصالح وتدفع غرامة والدولة وحق الدولة لأنه أصله مش من يعني بص حضرتك لازم بيبقى فيه في فقه القانون لازم بيبقى فيه يبقى فيه انت تحقق مصلحة الطرفين المواطن والدولة الزبط وأي ظلم لطرف القانون هنا يبقى نحققش العدالة الاجتماعية طيب ما هو قانون 119 حضرتك فاندم كان بيقول أنه فيه حبس أو الغرامة والغرامة تعادل ثلاث أضعاف قيمة الأعمال المباني وبحد أخصى 500 ألف جنيه ما هو 500 ألف جنيه دي أصبحت قيمتها لا تعادل تمن شقة مثلا في عمارة في موقع متميز لأن القانون قديم بالزبط كده فمن هنا جاءت الموأمة وأنه بقى فيه يعني قوانين تبقى مواجبة للعصر لقيمة العملة فاللي حصل بعد كده أنه الدولة ابتدت في برلمان 2015 2020 حضرتك البرلمان المقادم من زعمين تصدى للقضية دي وأصدر قانونين وأنا كان لي أتحفظ واعتراض على القانونين وحتى الآن والكلام ده مسجل وكتبت في أكتر من مقال في الأهرام طيب ليه أنا كنت معترض حضرتك لأنه لما عملوا القانون لأول يحمل رقم 17 لسنة 2019 كان حصل مشكلة حتى أنا يمكن قلت من يدفع رسوم التصالح لأنه هو قيل في المادة التانية أنه مقدم الطلب طيب مقدم الطلب حضرتك مين أنا كساكن ولا صاحب الأمارة اللي بناها فدي كانت صغرة من صغرات القانون 17 عملوا تعديل التعديل ده بالقانون رقم واحد لسنة 2020 العام التالي على طول ومدوا فترة التصالح يمكن حضرتك يعني كان كان التلفزيون المصري والإعلام المصري كله كان يعني موظف أو كان فيه توظيف إعلامي جيد لأنه الناس تاخد بالها أنه تنتهز فترات مد مهلة اقتصالح يعني أكتر من مهلة يعني حتى انتهت 31 مارس 2021 طيب أمام هذا أمام وجود قانون 17 لسنة 19 قانون 21 حتى الآن نحن نسمع حضرتك عن أنه مجلس النواب في الأيام القادمة سوف يناقش القضية مرة تانية وربما يصدر قانون ثالث ويمكن أنا كتبت قوانين تذهب إلى البرلمان مرتين على طريقة البعض يذهب إلى المزول مرتين فإنه لا القانون أنا شايف أنه يبقى فيه حوار مجتمعي نهدى شوية وأنا بعترض على أحد المسؤولين يقول احنا ممكن نطلع قانون كل شهرين عشان نحل مشكلة المخالفات المباري لا يا سيد الفاضل كل التقدير والاحترام لرغبتك والصادقة في حل المشكلة ولكن القانون يا جماعة عشان يبقى له هبة وله شرعية يجب أن يقف على قدمين ويجب أن يكون خبراء من القانون والتشرعات ومعظم وإحنا عندنا قوامات كبيرة جدا في الإدارة المحلية يعني أذكر منهم على سبيل المسال للحاصل مهندس محمد عبد زهر كان محافظة الويل والإسكندرية مهم جدا أنه يجلس هذا الرجل مع المسؤولين ويقول لهم خبرته ويقول لهم تجربته وتراكمات مقلوماته القانونية والإدارة المحلية دي نقطة أما وإنه إحنا كل شوية كل سنة كل سنتين نصطدم بأن القانون ما قدرش يفك اللغز ويفك الاشتباك بين الدولة وبين المواطن يبقى هنا المشكلة مش في القوانين المشكلة في سياغة القانون زي ما قلت الحرارة أن القانون الأولاني كان فيه مشكلة سياغة مقدم الطلب ولم يحدد مين هو اللي يقدم الطلب المالك الوحدة المالك العقار طيب إحنا عندنا حضرتك فاندم 2.8 من 10 مليون طلب دي إشكالية تانية كثير جدا نعم 2.8 مليون طلب دول اللي تقدموا لغاية تلنا ولغاية دلوقتي للتصالح في مخالفات البناء طيب السؤال بقى حضرتك ودي صغرة برضو مصغرات القانون هارجع لها تاني أنه القانون بيحدد بيقول فيه لجان يعني أنا قدمت الطلب للحية أو المدينة أو المكان اللي أنا بتبعه وبقول أن أنا مخالف العمارة بتاعتي 6 دوار أو 10 دوار وبحدد الأدوار وبقول شارع كذا حي كذا مفروض فيه لجنة معاينة اللجان دي ما نزلتش فاندم على الطبيعة فدي مشكلة تانية 22 مليار فأنا قدام رقمين أنا لو خدت بأقل الأقام 18 مليار يعني أنا عندي فيه 18 مليار النظام فيه 3 حضرتك قيمة باقي المقدمة التصالح دي خزين دي مفروض فلوس معطلة مفروض تدخل خزينة الدول ليه؟ لأن أنا عندي مشكلة اللجان مش موجودة ما بتنزلش نمرة 2 اللجان التصالح عددها أقليل جدا ولم يتم البت والفصل سوى فيه نسبة لا تزيد من 2 إلى 3% من عدد الطلبات يعني احنا بنتكلم في 70 ألف أو 80 ألف طلب تم الفصل فيه طبعا لك أنك تتخال 70 ألف 8 ألف من بين 2 مليون و800 ألف طلب تصالح مسألة خطيرة وبعدين المسألة التانية اللي محتاجة توضيها الفندم هي أنه الـ 2.8 مليون طلب ده الطلب ده فيه طلبات بمخالفة شقة واحدة وفيه طلبات بمخالفة في عمارة في 20 30 40 50 شقة فهنا لازم يبقى فيه الرقم أكثر وضوحا وأكثر كشفا للواقع لأنه أقول أن عدد الوحدات المخالفة قد كده يعني ممكن يكون الطلب فيها وحدات أكتر التحديد نفسه بالزبط فأنا شايف أنه الملف ده لأنه برضو إحنا زي ما اكتوينا من البناء المخالف لازم يطلع قوانين لأن البلد إحنا كان فيه حالة زي ما تابعنا كده أنه يعني القيادة السيسية أصدرت قرار بمنع البناء فترة معانا حتى إصدار التشريعات الجديدة فالتشريعات اللي خرجت منها استدعينا القانون 119 في سنة 2008 من جديد وحطينا شوية اشتراطات جديدة اللي هو زي ما قال سيادة الرئيس أنه يبقى فيه عقد ملزم أنه لو خلفت أنا من الحقي أنه يعني أسترد الأرض بما عليها من مباني يعني يعني دايما في القانون فيه كلمة مقولة معروفة العقد شريعة المتعاقدين الدولة لأن أنا حضرتك دلوقتي فاندم بتبني عمارة أنا مكلف كدولة أنه أوصل لحضرتك المرافق الكهرباء والغاز الطبيعي والمية والتليفونات الخدمات كلها في عجالة كده عايزين يتكلم على مشكلة الجراشات كمان لأنها يمكن من أكتر المشاكل اللي ظهرت في الفترة الأخيرة لأنه طبعا فيه تكدس كبير جدا فيه الشوارع القاهرة أو المحافظات بشكل عام وعدم باستغلال الجراش للجانب المخصص ليه طبعا طبعا شوفي أنا قلت الحضرتك في البداية أنه إحنا كان عندنا القوانين قانون 119 ده على فكرة في حد ذاته يعني أنا أنا شايف أنه من القوانين الجيدة اللي بتواجه ظهيرة البناء ولكن المشكلة زي ما أنا قلت أنه القصور عند الطرفين عندي أنا كمواطن وعند الدولة لأنه أنا باجي بدن أعمارة الجراش عندي أيهم أفضل ماديا لي إن أنا أخليه جراش ولا إن أنا أعمله محلات ولا أعمله جيم ولا أعمله حاجات أطفال فهنا المسألة طبعا أنا الكلام ده احنا يعني كل الإعلام على فكرة كان بتكلم فيه وقت ولكن هي دايما وأبدا فإندم الإرادة السياسية عندما تتواجد تقتحم أي مشكلة أكيد أحنا ما كانش عندنا إرادة سياسية تواجه ملفات مهمة وخطيرة الحمد لله زي الدراج لا طبعا إن ما فيه شك ولكن أنا بقول برضو في عجالة أنا بقول إن القانون التصالح أكيد البرلمان مجلس النواب هافشد جلسات أنا أتمنى إن التالت بقى فيه مسألة يقولك التالت تبت إنه مش في كل مرة ما يبقاش رابع مرة يوصل هذا القانون الخاص بمعلف المخالفات المباني المباني ما يبقاش زي ما قال أحد المسؤولين نحن كل شهرين نعمل قانون تالي لا هي التالتة تبت وبيت بآخر مرة يذهب قانون التصالح إلى البرلمان بشكر حضرتك جدا الأستاذ حجاج الحسيني الكاتب بصحفة كبير مدير تحيين مؤسسة الأهرام حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم